هلو هلو يوم جديد يوم سعيد يا رب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية يوم جديد في رمضان صفرة جديدة في ميز شو بسيطة وسهلة وشهية ومليانة خضار يعني النهاردة هنعمل أكل متوازن صحي لذيذ ومش صعب سهل جدا يلي في عزمات ويلي في فطرنا اليومي فرصة في رمضان يوميا بنتجمع على الصفرة الصفرة حتى إحنا في ميز شو في رمضان يمكن أول مرة كل يوم نحط الأكل على الصفرة هو الوقت أو الشهر في السنة اللي كلنا نظبط موعيد لمتنا على الأكل في وقت واحد ودي حلاوة رمضان ربنا يا رب يديم اللمة دايما هنعمل إيه النهاردة هنعمل نهاردة فراخ محشية هنحشيها خضار ممكن تحشوها رز بس قلت النهاردة خلينا نكتر شوية الخضار يبقى فوليوم يعني كمية كبيرة من أكلنا والخضار من الحاجات اللذيذة اللي نقدر ندفلونا كهات حلوة ندخل معه غير الكوسة والجزر وكده الدرة وحدخل نهاردة كده خلطة لذيذة مع الخضار اللي هنحشيها جوه الفراخ الفراخ ممكن تبقى فرخة سليمة بالعظم النهاردة طلبت من الفرارجي لما اشترينا الفراخ أنه يعملها لي إربة يعني إيه إربة يعني بيخلي الفرخة تماما من العظم من غير ما يقطعها تبقى عملة زي الإربة عارفين الإربة اللي بيحطوا فيها الحليب وبيعملوا الزبدة زي الإربة مخلية تماما لذيذة بقولكم بالعظمات لأنه نقدر نقطعها سليسز نقدر ناخد قطعة كده من غير عظم في العظمات الواحد بقاش عايز ياخد قطعة لحمة أو فراخ بعظم تبقى يعني عادة أنواع كتير على السفرة وعايز يدوق من كل حاجة طبعا إزاي بتدخلي؟ لا مش دي اختصاص هو بيخليها لنا نطلب من لما نشتريها من السوبر ماركت أو من الفراجي أنه يعملها لنا إربة هنعمل جنبها رز بسيط جدا أنا بحبه من الطفولة رز البسلة والجزر والدرة بيبقى لذيذ جدا مع اللحمة المفرومة وحنقدمه مع الفراخ المشوية وشوية خضرة كده تحت الفراخ برضو بتبقى لذيذة بالفرن هنعمل شربة خضار شفتها كده؟ طبعا في شربة خضار كتير بس دي كانت كلير بسيطة هتشوفوا طريقتها سهلة جدا طريقة حلوة ندخل الخضار للولاد في شربة لسان العصفور اللي هما بيحبوها يعني هنسميها شربة لسان العصفور أورنج لونها كده كلير على برتقاني كده من الجزر ومعها لسان العصفور أورشة بقدونس الولاد عادة لما يشوفوا الخضار كده سليمة ممكن ما يحبوهاش فدي شربة لذيذة بما أنه لسان العصفور برضو من أكتر الشربات المحبوبة برمضان وشربات الخفيفة يعني النهاردة شربتنا برضو خفيفة عشان نبتدي الوجبة متبقاش هي وجبة بحد ذاتها الحلو عيش السراية بالجشطة بس النهاردة هنعمل عليه تويست عيش السراية عملنا كتير وعملناها في رمضان اللي فات واللي قبله والحلقة دي كلها موجودة على البليليست على صفحة القاهرة والناس على اليوتيوب يعني فيه حاجة اسمها في صفحة القاهرة والناس سبسكرايب على الصفحة هتلاقوا ميشو رمضان 20 21 ميشو رمضان 22 وميشو رمضان 2023 اكتبوا بس ميشو على اليوتيوب عيش السراية دي الطريقة التقليدية النهاردة قررت عندنا في أول رمضان نشتري السبيا وعمر الدين وكل مشروبات رمضانية الشهيرة والشهية نعمل عيش السرايا بالصبية يعني المهلبية اللي هنحطها عيش السرايا هتبقى بالصبية مع الحليب طبعا وطبقة من أمر الدين مش مشية كده على الوش ونزوقها برضه بأمر الدين وجوز هند من نفس النكهات يلا نكتب المنيو عندنا صفرة مي شو النهاردة عندنا نسميها إربت فراخ نحشية خضار وعندنا رز باللحمة المفرومة والخضار وعندنا كمان قلنا شربة خضار بلسان العصفور وعيش السرايا السبية وأمر الدين ساعات مزهق من الوصفات التقليدية ورمضان ليه حلويات كده شرقية معينة لازم نعملها يومش هنعمل كريم كراميل وحاجات اللي هي متعودين عليها العادي طول السنة ففكرت إزاي نخلط المشروبات دي لأنه عادة آخر رمضان منلاقي عندنا فقد من المكونات دي فندخلها في وصفات وفكركم تعملوا فولو لصفحتنا على الفيسبوك مايشو تي في ظهرة على الشاشة وحلقتنا كلها موجودة على اليوتيوب صفرة شهية من مايشو بعد الفاصل هلو هلو بحلقة جديدة من مايشو حلقات رمضان اللي صفرها عمرة دايما يا رب صفرتنا النهاردة قلت لكم تقدر تكون صفرة أو جزء من عزومة أو نقدر نعملها كده منيو كامل في يوم رمضان كده عايزين نعمل فراخ فأنا عاملة فرختين بس ممكن نعمل فرخة وشوية لحمة فرومة ونعمل أكلة حلوة ولذيذة ومليانة خضار ومليانة فوائد البطل النهاردة عندنا الخضروات هنعمل إيه؟ هنعمل الفرخة اللي قلت لكم على شكل الإربة تعالوا قريها لكم نلبس الجلوبز قلنا إنه إحنا نطلب طبعاً ممكن تحشوها عادي وهي بعضمها يعني بس هي فكرة نتعرف مع بعض على حاجة متاحة أنا قدش عارف إنها سهلة تتعمل كده فبنطلبها من في جزارين كتير عندهم قسم فراخ وقسم لحمة بدول بيبقوا محترفين وعندهم يعني مهارات عالية بصوا بتبقى الفرخة عاملة إزاي؟ من غير عضم خالص كاملة بس طرية مخلية تماماً وده شيء لذيذ الصراحة إنه وقت العزومات ووقت الفطار لو إحنا مش عايزين ناخد ورك كامل صدري كامل واحد عادةً بيدوق كده يعني ما بيأكلش كتير هنعمل إيه؟ هنحط ده على جنب ونبتدي بالرز لإنه أنا هعمل الرز معاكم على الهوى طيب عندنا إيه للرز؟ عندي رز بسمتي ممكن تعملوه أي نوع رز أنتوا بتحبوه أنا نقعها شوية مصفية المية حطت يعني مية ده يعني مش مغلية سخنة ربع ساعة وشلتها عندي البسلة الدرة كنت بحب جداً ماما دايما تعملينا الرز ده الدرة من حاجات الأطفال بيحبوها نهار ده هنحاول نبعد عن لون الرز الغامق اللي الولاد ما بيحبوهش اللي بالخلطة والزبيب والحاجات دي نعمل حاجة يحبوها الولاد دايما للألوان مش بس مبهجة الألوان كلها بتبقى فوايد وبتبقى جزابة للأطفال إنهم يكلوا الأكل ده عندي شوية لحمة مفرومة بصل مكعبات مرأة وعندي ملح وفلفل أنا بس بسخن الطاصة هنعمل جزء من الحشوة هنعمل كمية كبيرة ونشيل منها نصها ونحطها على وش الروز كمان طيب هنحط هنا زيت نباتي دايما الأكلات دي يعني لا خلاف عليها وبعدين ما عندناش سوس جنبها إحنا هنعمل إيه إحنا هنحط الخضار تعالوا بصوا في الفرن كده سنيك بيك الخضار اللي هنحطها تحت الفراخ هتدينا سوس بصوا تحسوها بالعضم عادي يعني مستحن ممكن نلفها كده تحسوها بالعضم عادي السوس ده مع الخضار اللي حطناها تحت هتدينا سوس لزيز جنب الرز أنا سيبها بس دلوقتي تكمل سوا وأحلى حاجة في الحاجات دي الفرن هو اللي بيقوم بالواجب يعني تمام يعني الطبخ إحنا يدوبك هتشوفه هنشوح الخضار ونحشيها ونتبه للفرخة وإلى الفرن هنبتدي بالبصل هي سخنت بتسخن أهي هنبتدي بالبصل عايز أقولكم حاجة لزيزة أنه لما تخلوا الفراخ عند الفرارجي أو في أي حتة يعني أطلبوا الهيكل هو حيطلع العضم كله من جوه ده أحلى شربة في العالم أحلى شربة هي شربة العضم يعني عايز أقولكم سر من أسرار المطاعم هياكل الفراخ دي أصلا اللي مش نشتري إحنا في ليهاته كده بيخلوا الهياكل وبيبيعوها للمطاعم عشان يعملوا الستوك الشربة إنك تطلع شربة من هيكل الفراخ أو عضم اللحم حتى العضم شربة العضم دي بتتعامل لوحدها من أحلى أنواع الشربة فإحنا خدناها وحطينا شوحت العضم بقى معها كمان شوية لحم شوحته بشوية زيت بعد ما غسلنا طبعا كويس وغسلنا في الحود عشان إحنا غسل الفراخ اللي بحب عشان أنا إيه هو هيبقى الجزار نسكه في إيده أنا قلت لكم دايما الفرخة بتيجي مقفولة وما بنغسلهاش يعني عشان جايبينها بعد ما تعامل معها كتير في بولا إزاز هنحط مية نحط نقطة خل في نسحة شوية دقيقة شوية ملح وبعدها نرمي المية في الحود كويس ونعاقم كويس أوكي بس عشان بقول لكم أول مرة أقول لكم نغسلها لأنه هيبقى اشتغل في الفرخة عشان يخليها كتير منحطها منشوحها منحط بصلة جزارة ورق لورة فصين حبهان فص مستكة السلق العادي ومنطلع الشربة دي عشان نسوي فيها الرز مش هنهضرها نقلب البصلة مش هنحمرها مجرد تقليب حدي البصلة ملح في الأول وفلفل أسود قلنا عايزين نخلي الرز ده لونه مش غامق عشان الولاد هنخليه بسيط جدا ونحمر اللحمة المفرومة كمية دي كبيرة هاخد تلتين هكذا وممكن ناخد بهارات مشكلة خلوني أشوف هنا رشة بس بسيطة سنة بوهارات مشكلة عشو متغيرش لون إحنا كده كده مطعمين الشربة قلنا ببوهارات صحيحة بس عشان اللحمة يعني مثلا أنا عندي الولاد الرز اللي هو بقى بالخلطة وتعام القرفة ظاهر فيه وقصدين نظهر طعم القرفة ببيجوش جبه ده يحبوه الكبار والصغيري مش بس الكبار نقلب هنا اللحمة نسويها وتعالوا نحط طاصة هنا على النار نبتدي نسوي الخضار اللي هنحشي فيها ليه أسويها؟ بديها كده تشويحة وفليفر قبل ما احطها جوه الفراخة عشو ما طلعش مسلوقة فحنعمل ايه؟ هناخد قطعة زبدة هاتو الزبدة وعندي كوسة وعندي جزر حيث نشوف الطبقة هنا عندي هنا كوسة وعندي جزر وعندي فاصولية خضرة وعايز أقولكم إنه جداك كيس الجاهز الفراش اللي بتباع يعني عادي منجيبه برضو ومنشتغل فيه رمضان مش كل أيام وعايزين نقف ساعات في المطبخ شوية بصل وعندي هنا توم مدقوق مهروس مع تلفل رومي مش حرق تلفل رومي الأحمر دي طريقة كانت تعلمتها من مساعدة ماما في البيت أندونسية كداما تعملها لنا عملتها لكم قبل كده في حلقة سوتية طلعت خطيرة البسلة بما إنه هندخلها الفرن عندي هنا نوعين ده الفروزن وده الفراش هنا مش هتلحق دي تستوي مع باقي الخضار فدي هحطها هنا بالفرن هتاخد وقتها لحد ما تزدت سيح إحنا بس نقلب اللحمة وبسخن الشربة عشان هنسوي بالشربة كده إحنا ما هدرناش أي حاجة برضو الحمد لله من النهاردة من الفراخ حتى العظم وممكن دايما نعزز مكعب مرأة يعني مكعب المرأة بيتعزز فيه الطعام لو الشربة ما كفتش يلا نروح على الخضار نبتدي هنا نحط الخضرة مش هنسويها تماما إحنا بس منشوح نحط البصل طبعا هل ممكن نحشي الفراخ من الرز نسويه 3 اربع سوى عشان هو جوى الفرخة ما بياخدش راحته في السوى زي ده مطلع فيه ناس تقولين لسه ناشف كده 3 اربع سوى ونحشيه جوى الفراخ ما نملاش طبعا الفرخة من جوى لما نحشيها رز لانه هينفش طيب هنعمل ايه هنيجي هنا عايز اقطع الدرة انا ما كانش عندي كمية الدرة كفاية فاخدت درة سكرية هنقطعها تعالوا نخليها برضو نخلي كل حاجة قاعدين النهار دقاء حتى تقطعتها بالشكل ده لذيزة جنب الستيك جماعة شوحوها كده وهي سليمة بعد رمضان مش عارفة الستيك مالوش مكان في رمضان قوي صح مش رمضاني هقطعها كده نفرفتها وناخدها مع الفضرة قولنا عايزين نجيب رجل الولاد للخضار والدرة من الحاجات اللي بيحبوها جدا ومتستخدموا الفروزن كمان تبقى برضو فيه فصوص كده متفصصة يعني نجيها تقليبة ونحط لها الملح الملح وحنحط لها قبريكا البعيدة قوي نحط معلقة قبريكا كده وخليها تبتدي تاخد تحميرة هنا حبتدي قضيف انا البسلة دي ححطها برضو نسيت حطها هنا هنا حنحط الجزر حنلحقوا يتشوحوا بالفاصل وحتلقوا كمية كبيرة حشيل نصها قولنا نحطها على الوش الدرة دي درة معلبة والبسلة كل اللي حعملوا في الفاصل اني حكمل تسويت دول ودول ونرجع ونكمل مع بعض قالبنا الحشوة كويس وسويناها على اللي هي الخلطة بتاعت الرز علشان قولنا حنشيل جزء نحطه كده على الوش فلازم تبقى مستوية تماما هاخد جزء قبل ما نحط الرز نحتاجين كل الكمية دي للرز نشيل حلوة كمية دي نشيل ده تحطه على الوش ناخد الرز ثمية مناسبة نحيزة بس أبعد الخضار دي هنضح النار ونقلب الرز اتفقنا انه سلقنا عضم الفراخ الهياكل وهنستخدم المرأة نقلب الألوان دي الولاد بيحبوها لأنا فاكرة اني بحبيت الأكلة دي كد بكلها جنبها ايه كمان ولا فراخ ولا حاجة شوية زبادي أكلات البسيطة اللي نبتكرها من طفولتنا بتفضل دايما تعمها حل ناخد الشربة نشوف الكمية خلاص انتوا حفزتوا بحيب أسقل الرز كويس وأخلي المية فوقه كده يعني خمسة سنتي مثلا ويغلي ويبخر بعدين لما المية يدخل بالسوة نص السوة تقريبا وهو بيغلي بعدين نوطي الحرارة هتو نحط له برضو مكعب مرأة نوطي الحرارة خالص ونحط ورقة زبدة ونسيبوية فلفل عارفين لما نيجي نحشي الفراخ لو حشناها رز مشكلتها معايا حاجة واحدة انه أنا لمضطر أسوي أبتدي بسوى الرز قبل ما دخل الفراخ الفرن عشان أحشي فبيدخل الفراخ بتاخد وقت أطول طبعا من الرز فالرز شوية بعجن فقلت نحشي خضار وقادي فايدة أكتر يلا نحشي الخضار هنا تشوحت أها حطينا لها بابريكا هتؤذل شوية بابريكا بتديها لون وطعم حلوين ومش حراءة وحنحط لها قلنا خلطة التوم مع مصوطوم مع فلفل رومي أحمر بتديها طعم خطير بالآخر عشان ما نحمرش التوم حطها نقطة مية بسيطة وإحنا حطينا ملح وحطينا بابريكا ودي الحشوة ودي اللي حنحطها في القعدة في الصينية اللي حنخبزها فيها طيب تعالوا دلوقتي نحشي الفراخ ألبس لجلافز وحنتبل الفراخ بتتبيلة دايما بتدي لون حلو زي ما شفته وبتضيع الزفارة خالص حنحط لمون مع ملح مع بابريكا وندعك الفرخة تماما الرز بيغلي الخضار ما تفتش عليها استوت طيب عندي هنا خلطة من بابريكا لمون اللمون بداع الزفارة تماما ملح وحنحط شوية زيت عشان نعمله بيست معجون نخلط الخليط دا كده شايفين لونه بيبقى حلو ازاي بيدينا تحميلة جدا هناخد الفراخ سواء الاربا أو السليمة نديها لون حلو وناخد الخلطة دي كده ومن جوه كمان هنا هي من جوه نحط الخلطة تب الكل الفراخ فيش فيها ولا عضمة حتى شايلين الطرف هنا بالدبابيس طيب هناخد دلوقتي الخضار نحط جزء منها هنا تحت الفراخ نوزعها هتقاوسع بس مكان دي جنبي ونبتدي نحشيها من الناحية دي هتقلبها الناحية التانية كده ونحط فيها الخضار ممكن تحشوها فريك فكرة الاربا لزيزة في الحشوة عموما هتبس هي سخنة شوية هتعجبكم جدا الوصفة دي وشكلها لزيز وشوفوا لما تتقدم دلوقتي بتطلع حلوة وفخمة ازاي المكونات بسيطة ما تحشوهاش كتير عشان ما تقطعش حواريكم واحدة في الفرن من الاتنين بيبقى طبعا هو بيحاول انه يخليها يعملها قربة ممكن يقص حتة كده بالزيادة فممكن لو محشية زيادة انها تتخرم في الفرن حواريكم واحدة طلعت سليمة واحدة لا بس هتتاكل منه هي كده كده ما فيش فيها عدم بخلة سنان كده نقفلها من هنا ومن هنا خلاص بننقلها نحط باقي الخضار اللي فضلت في الطاصة كلها ومننقل دي هنا حتى الجناح مخلي وناخد كل التتبيلة دي على الخضار وبما انه احنا عايزين فراخ ما شوية مش هنغطيها خالص احنا ممكن نحط شوية مية على الخضار سنة بسيطة هنا بس كده وندخلها الفرن درجة حرارة 180 مع الحرارة من تحت عشان ما تاخدش لون شايفين لذيذة ازاي ما تاخدش لون وهي لسه ما استويتش 180 لمدة مثلا 45 دقيقة حتلاقوها هي خلاص استويت ممكن نشغل الشوية فدي حتتحول الى اللي كانوا في الفرن تعالوا نيجي على الرز شوف السوائل لو حسينا السوائل قليلة شوية احنا سايبة هنا شوية اهو كمية دي ممتازة ايوه هو كده في المرحلة دي احنا شايفين السوائل وشايفين الرز بنعمل ايه ممكن ناخد حتة زبدة كده على الوش وبعدين ورقة الزبدة زبدة وورقة زبدة ناخد حتة زبدة كده دي واحدة هنا وواحدة هنا ورقة الزبدة نغطيها كده نغطي الحرارة خالص ونسيب الرزة على نار هادية الرزة اللي بتعمل على نار هادية احلى رز على نار هادية جدا تعالوا دلوقتي نروق شوية وانا بقولكم عن الشربة اللي انا هعملها لكم طبق الشربة ده ابتدوا الفيديو اللي شفته الشربة كده بطبق حلو كلير كده عارفين في حاجات كده شافي قوي في المطاعم تجيلكم كونسيومية ساعات من الطماطم تبقى خفيفة كلير سوب النكهات البسيطة لونها عجبني فيها لصان عصفور ومعاها شوية بقدومس لما شفت اتعملت ازاي شدتني بسيطة جدا وفكرة حلوة انه نعمل شربة خضار من غير متبان الخضار للولاد بصوا عندنا اي هنا عندي هنا مية حطيت فيها مية بس حطيت فيها شوية ملح وحطيت بصلاية جزر كرفس وتوم والكرفس اساسي في الوصفة يعني جزريتين بصلة كبيرة اربع فسستوم وثلاث اربع اعواد كرفس سلقتهم تماما هتناخد الكبة نشيل دي هنعمل بيوري من الخضار دي ناخدها هنا على الكبة تقريبا سلقتهم مثلا عشرين دقيقة حلوة قوي للناس اللي بتبقى ممنوعة من البهارات مفيش فيها بهارات كتير ومحتاجة تاخد شربة او حاجة من الحاجات كده الخفيفة مش عايزين ياكلوا قطع يعني ناس كتير حتى بتبقى عاملة تكميم يعني مطلوب انها تاكل اكل كده خفيف بيوري بسيط دي بتطلع حلوة جدا تعالوا وحتى الاطفال الصغيرين اللي بيبقى على الصفرة اللي هم سنة ونص وسنتين محتاجين حاجة دايما المطعم كنت اطلوب لسنة عصفور فدي هتبقى لذيذة نعملها بيوري تماما لازم تكيرس 100% كمان شوية نعايزينها الدوب خالص زي البيبي كون تعالوا نفس عليها ايوه دابت تماما تعالوا نرجع هنا للحلة اللي سلقنا فيها نفس النكهات انا عايزة بس اشيل احنا وقتنا ايه كنترول طيب ينفى دقيقة طب ينفى هنطلع فاصل اطلع المصفة عايزة صفي بس المية دي عشان عايزة السوب كلير فالمية اللي سلقنا فيها الخضار مش هنضياها كل اللي هنعمله هنحط فيها مكعب من المرأة مرأة الخضار وبس هدوبها وصفيها من اي بواقي بصل او حاجة ونرجع نكمل الشربة مع بعض طيب الرز استوا لانه نقعناه كويس بصوا انا شلت ورقة الزبدة عنه هو ده رز الطفولة البسيط جدا تقدروا تعملوا نفس الوصفة برز بالخلطة هي النهاردة فكرتنا في القربة وفكرتنا بتدخيل الخضار بشكل يعني كبير النهاردة مع الاكل هنا برضو سلقنا الكرفس والبصل والتوم والجزر بمية وملح شلناهم ضربناهم فيوري زي ما انتوا شايفين صفينا الشربة وحطينا مكعب من مرأة الخضار هنحط البيوري ده هنا واحنا سلقين لسان عصفور مش متشوحة زي المكرونة بالضبط سلقينها بس مش عايزين نحمرها نقلب كده هي دي اللي انا شوفتها تحسوها كده كلير سوب كارت مش هتفهموها بس اكيد نكهات الكرفس بالذات مع التوم والبصل هما دول والجزر من الحاجات اللي بنبتدي فيها طبخات كتير جدا انا حط هنا بس شلت شوية شربة على جم عشان ما نهدرش برضو اي حاجة هنحط فيها لسان العصفور مسلوقة فقط لغير ما حمرناها شايفين بس لسان عصفور مسلوقة عشان كده بقولكم الاطفال هيحبوها جدا مش كل الكمية دي طبعا النسبة اللي تنفع مع الشربة تاني شوية بس كده كفاية وبالاخر هنحط لها شوية بقدونس بس ما نحطوش دلوقتي عشان ما يغيرش لونه شوية بقدونس هتو نجيب مغرفة كده ونشوف شكل الشربة البسيط ده هي شربة كلير لكلير يعني مش كريمة ومش تقيلة بس بنفس الوقت بصوا واخدة نكهات الخضار شوية البقدونس بس حط شوية دلوقتي يدوا الطعم وهم بيغلوا وبعدين نحط التانيين من الشربات اللي اعتقد لو جربتوها هتعتمدوها في العزمات تبقى شربة لسانا عصورة عادكم مختلفة اوكي مش محتاجين سلق فراخ ولا لحمة ولا اي حاجة لها لانه هتعتمد على الخضار طيب هنعمل اي دلوقتي؟ هنطلع الفراخ من الفرن نبتدي نغرف بسم الله الرحمن الرحيم نحتاج فوتها تانية بس اند ترارارا الفرخة اللي حاشيناها هي قدامنا لسه ندخلتش الفرن دي بعد ساعة وعشر دقايق تقريبا هنعمل ايه؟ هناخد طبق التقديم عشان نقدم الاكلة حلوياتنا سهلة جدا يعني عيش السراية من الوصفات السهلة لانه انا بعمله بالتوست عايزة طبق التقديم اهو نغرف الرز بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي نغرف الرز الاول رز النكهات البسيطة ممكن نتعامل بالرز المصري رز بسماتي رز الجولد اللي انتو عايزينه للعزومات اقدموه بالطريقة اللي انا بقدمها طبق كبير انا وقعت طبق البقدونس خليها وقعت طبق اللمون اوقع ايه تاني اه والكمباك طبعا من الطبق كبير مش شايفها ومستعجلين وحيدن وكده بتعملوا كده في الامهات انتو كل يوم نحط اللمون بس احنا خلاص شو نحتاجين اللمون الحمد لله كفاية كده بنوقع حاجة تانية كمان ناخد تخافوش تخافوش يلا نفرد الرز كمان معلقة انا المشكلة باهرش عايزة نظف هننظف حالا هتناخد الفراخ بسم الله الرحمن الرحيم دي اللي قلتلكم اتقطعت شوية من الجن لعشان حشناها زيادة عن لزوم ودي هنحطها كده واحلى حاجة انه مفيش عدم هاتناخد الخلطة اللي فضلت ونوزعها عرفتوا ليه سبناها في العزومات تبقى لزيزة كده انه نخدم الطبق كويس حطها هنا حابين تدوفوا مكسرات ممكن بس قلنا عشان الولاد الولاد ساعة لما يلاقوا المكسرات على الطبق يعني قالب انت قولي ماما حطيلي نقعد النقي بقى فممكن نحط المكسرات لو عايزين في عزومة على دم مش عايزين نهدر حاجة هنا وهنا شايفين الدرام الدياها لون حلو ازاي اوكي شايفين طبق بسيط ازاي تحول طبق اللي بتشوفوهم بالكيترينج وباتبعه برقم مهول ناخد شوية بقدونس هنوقع طبق البقدونس ولا ايه ونحطه هنا فقط لغير ايه رأيكم حلو انضف بسرعة طيب هنمسح هنا بس اللمون نشيل البقدونس انا ما بحبش اشتغل في مطبخ مش نظيف بس يعني حلم الدنيا لحد ما هي جي وقت الفاصل يا كنترول اهو اللمون بيعقم انتو عارفين اكون منظف الكاونتر يا جماعة انتو عارفين انو فيه منظف منزلي ممكن نعمله من اللمون والخل تعرفوا الكلام ده يا كنترول هقولكم عليه طيب هقولكم عليه حلم فيه ناس بتحبش تستخدم المواد الكيميائية في التنظيف وفيه ناس بيبقى عندها ولادها حساسية من المواد دي بيعملوا ايه بياخدوا الكربونات السودا اللي هي بيكينج سودا مع الخل واللمون وبيخفوهم بالمية وبيحطوهم بازازة وفيه ناس بدفلوهم بدفلوهم حتى بعض الزيوت العطرية اللي هي الروائح اللي بيشوفها العود والتفاح واللفندر وبتحط برشاش وبينظفوا وبيعقموا فيه لأنه الخل واللمون من الحاجات اللي بتعقبوا والبقدونس ده عندي أنا بس البقدونس هنا عشان وقع حالا فمنبرر فين الناس اللي بتلاقي عزر لكل حاجة تمام تعالوا نغرف آخر حاجة الخضار الخضار دي يلا نحط ده جنبنا هنا يا ربي منوقعش حاجة وإحنا منحط الطبق الكبير ده يلا بسم الله آدي الطبق وآدي الخضرة سوخ حس انه حيدنا عارفين الشعور ده والناس دخلت على وصول أو الناس قاعدة على السفرة زواريكم السوس اللي بيطلع شافين الخضرة دي عاملة سوس ازاي لوحدها بشوية المية اللي حطناهم نكهة التوم والبصل والفلفل الرومي نحطها جنبها بتبقى لذيذة جدا طيب تعالوا ننتقل إلى الحلويات عندنا هنا عيش السراية اللي هو طبقة التوست بالكرامل اللي حنحضرها حالا نحط الحلل كلها على النار وعندنا طبقة المهلبية اللي بالسوبيا يعني ايه مهلبية بالسوبيا؟ يعني حطينا الحليب عليه السوبيا وما حطيناش سكر هي بتبقى مسكرة السوبيا للناس فرج علينا ببرا مصر هي مشروب نصمم الحمد للنفادي مشروب من ببقى جوز الهند مع سكر بودرة بس هنحط كوباية سكر في الكرامل تماما سيبوها لوحدها وبعدين منضيف عليها شوية مية بيتحول معانا إلى القوام ده سائل خفيف جدا اهو بس بطعم الكرامل ده اللي حنسقي فيه التوست اين الطبق هنعمل مع بعض مهلبية أمر الدين بكل بساطة هنضرب أمر الدين او لو عندكم عصير أمر الدين بتحط على النار هعمله بالفاصل بتحط مع نشا وممكن نضرب النشا معاه انا عندي أمر الدين منقوع في حتة هو جاهز أصلا همليه لي بيوري هنحط أمر الدين وهحط عليه مية عشان هو كده تقيل أنا مش خفا ميتي فين بصوا أمر الدين مية ونشا هو مسكر أصلا هحطهم على النار هدوب النشا هنا عشان مش هنحطه على حاجة سخنة وحنعمل المهلبية أنا هنا في الفاصل هحط السبية تسخن اللي هي إيه حليب مع السبية هحط أهم علقتين ونصف لتلاتة من النشا وأحط لهم شوية مية وبعدين تعالوا هنخلط ده بس ندوب الأمر الدين كويس هو مسكر مش هنضيف سكر خليه بقى الطبقة المززة اللي في عشي السرايا المبتكر ده وحنحط الخليط ده عليه ونقلب وكده بقى عندنا طبقة بسموها المشمشية هتتقل بالفاصل هنا قبل ما نطلع فاصل معلشي كنترول هناخد الحليب الحليب وحسيب شوية حليب هنا نخلط فيهم النشا ونحط عليهم السبية دي بودرة السبية عاملة زي النشا أو سكر البودرة وحدويبهم ولما نرجع نعمل المهلبية مع بعض خلص السكر بيت كرمل المهلبية أمر الدين بتتقل وهنا السبية هخلطها حالة نطلع فاصل أكون روّأت مطبخي ونرجع موسيقى السكر من سيبه لحد ما يتكرمل بالشكل ده وبصوا اللقطة دي أول ما نحط الميا نحط عليه على كوباية السكر كوباية ونص مية بيبقى ناشف كده بيدوب تاني شايفين بيبقى بيتكتل كده وبعدين حيرجع مع الحرارة يدوب ويبقى عندنا بالشكل ده مهلبية أمر الدين خلصت هنا مهلبية السبية احنا بس حطينا حليب عليه السبية بس وهنا دوبت النشا طريقة دي شفتوا إزاي لما نحط النشا مع السوائل على حاجة سخنة بتربط بسرعة جدا معتمدها للهواء عشان الكنترول حبايبي بدوني ساعات على الهواء انتوا عارفين طبعا وبيقدروا السرق بس رقوا رمضان ما ينفعش من الوقت وكده خليها تغلي أهو هنحط النشا متدوب باللبن ونتقله إذن النهارده عايش السرايا مش عاملينه بالطريقة العادية دي خطوة عادية التوست مع الكرامل ده بعدين منعمل مهلبية اللي هي الحليب والإشطة نحط علبة إشطة عليها ومنحط النشا ما منعملهاش مسكرة قوي لو هنعملها مش سبية سبية فيها سكر ما منعملهاش مسكرة قوي عشان الطبقة اللي تحت هتبقى شربة التوست شارب متسقي كويس أهو بصوا تقلت إزاي في ثانية أهي شايفين بقت جهزة تعالوا سريعا هنقدم فاميلي سايز وحنقدم بالأكواب عندنا هنا العيش سوري هاخد عليه هنا الكرامل توست متشال حروفه ونسقيه كويس عشان هو زي السفنجة هيشرب كل النكهة دي فهنا طبقة السكر اللي إحنا معتمدينها أنا بدور على الفوت عشان نحلل كلها سخنة هنا هناخد طبقة المهلبية في العادي هي دي الوصفة المهلبية العادية على العيش هنا هنحط طبقة مهلبية السوبيا مسكرة شوية أكتر عشان كده فكرت بطبقة أمر الدين في مزازة بعادل شوية حلاوة السوبيا انتفقنا إنه اللي مش عارفين السوبيا هي مشروب جوز الهند مشهور جدا في مصر هنفرد كده وقبل ما نحط أمر الدين لازم نسيب طبقة المهلبية تتشمع عشان يتفرد معنا كويس فمنسيب دي تبرد وحنصب أمر الدين اللي حضرناه هي جهزة قدامي على الأكواب اللي محضرنا هناخد هنا مهلبية أمر الدين ونفردها هنا قلنا دي حتعادل حلاوة السوبيا شايفين شكلها الطبقات حلوة ازاي هنا ما حطيناش قطعتين توست حطينا قطعة واحدة عشان ما تبقاش طبقة كبيرة من العيش شايفين قوام كمان المهلبية اللي هي المشمشية اللي احنا عاملينها دي لأنه أمر الدين من المشمش فبيقولوا عليها في مصر المشمشية كنترول بيعانوا بقولولي معي احنا من كتر معذبنا الناس يا كنترول طول السنة من دوء وانتوا بتاكلوا بيجي رمضان بيخلصوا ترهم معنا كلنا بنتعذب مع بعض اذا انفردنا الطبقة دي نفس الطبقة هتتفرد هنا على الكمية دي كلها هتتفرد هنا بعد ما تتشمع شوي تعالوا نزوقها بحاجة لها علاقة بالمكونات عايزة بسوريكم لما عملنا الكبايات دي حطينا طبقة واحدة من التوست اهو اهي اللي تحت شايفينها بس طبقة واحدة اهي تحت متشربة كويس عشان تدينا نكهة الكرامل وبعدين عملنا الثلاث طبقة دول دي لذيذة قوي قوي في العزومات بما انه صوبية من جوز الهند خدنا شوية جوز الهند جوز الهند مليان دهون حطي نافين حطي نافي الطاصة من غير اي زيت حرارة الطاصة حتحمره بالشكل ده تعالوا نفرد طبقة من جوز الهند حتدينا ارمشة نفردها كده كلها على الوش تدينا برضو دي رابع طبقة من الالوان انا نقلت الاكل كله على الصفرة صفرتنا جاهزة لو مخرجنا عايز يوريهم الصفرة الشربة غرفناها شربة خفيفة ولذيذة وصحية ومش تقيلة ابدا على المعدة الناس حاول تقلل دهون وتزود الخضار وعندنا الفراخ شكلها طالع خطير تقديمت كده بقولكم عزومات تجنن وعندنا كمان الخضار اللي حطناها وعملنا صلطة زبادي بالخيار الولاد قلتلكم انا بحبها مع الزبادي فعملت الصلطة دي خيار وزبادي وشوية توم وشوية ممكن نعناع مجفف لو حبي طيب هنحط هنا اذا الطبقة دي بتدي كرانش كده تحت عندنا التوست متسقسة وبعدين عندنا الصبية بعدين عندنا المشمشية مززة شوية ما ضفنا لهاش سكر وحطينا طبقة امردين تيجوا ندي طبقة لذيذة من المشمش المشمش المجفف هنحط فكر معاكم دلوقتي نحط المشمش كده على الاطراف ده اليميش تع رمضان المشمش اللي منجيبه اللي برضه منحتاس بالاخر نعمل فيه ايه هنوزعه كده انا ما كنتش محضرة هعملها ازاي هي الطبق لوحده بيوحلنا هنزوقه ازاي تاني هنا على الاطراف وحلوة انو الحلوات دي ممكن نعملها قبلها بيوم لو عندنا عزومة يعني ما نكربسش نفسنا يوم العزومة محتاجة لون طبعا فهنحط عليها سنة فزق حلبي هو غالي فهنحط شوية بسيطة ازا هنا استغلينا جوز الهند مش غالي ودينا له تكستشر جديد ولون حلو ونكهة حلوة نكهة التحميص انا بجري الكنترول قاعدوا اني بقولوا دقيقتين انا عرفت والله قبل ما تقولوا بركة بركة في الوقت عايزين خلص احنا صفرتنا جاهزة كده بس فضلنا اخر كوباية ازا نحضر ده وتحطوا اللازين عليه لو عايزين وقت التقديم عشان ما تتراشوا في التلاج اهو اخر كوباية اللي فاها علينا شكلها طالع حلو طيب ازا اللي احنا منحطه ده مش جارنش اللي احنا منحطه ده حيدي تكستشر زي الكاندي عارفين اللي هي فيها مزازة لانه هو مش مش مجفف بس فحدينا تكستشرز كتير ناخد دلوقتي شوية فزدق نحطهم كده واعتقد مش محتاجين حاجة تانية من منظرها كده رمضان صح يلا بينا على صفرتنا شوفتوا الكنترول بقوني دقيقة يعني الحقنا بالدقيقة ازا عندنا عيش السرايا ب مهلبية السبيا و المش مشية على وشها مش مش مجفف و جوز هند متحمص نفس المكونات اللي فيها عيش السرايا شوية فزدق حلبي وطالع شكلها يجنن واكد لكم انه طعمها توازن ما بين الحمودة اللي في امر الدين و حلاوة السبيا و نكهة جوز الهند تحت التوست اللي شارب كرامل و يا سلام لو تقدم سائع أنا لسا مطلعا من التلاجة حطوه في التلاجة يبقى سائع جدا طعمه يجنن صفرتنا النهاردة بقت جاهزة و تقدروا تشوفوا الحلقة على اليوتيوب تقدروا تجربوا الوصفات تقدروا كمان تروحوا لصفحتنا على الفيسبوك مايشو تيفيت لقوا كل الوصفات محطوطة كل وصفة لوحدها وفيه كمان المقادير مكتوبة و لينك لليوتيوب رمضان كريم و صفرة جديدة من ميز شو بحبكم جدا و نشوفكم في حلقات و صفر أحلى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة